بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وقد بدأت في الاحتلال الفرنسي لمصر ثم الاحتلال البريطاني لمصر بحسب السنوات والأهمية لهذه الأنواع من الاغتصابات للأوطان هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة والأربعون وتحدث فيها عن الخديوي عباس حلمي الثاني قصته فيها عبرة كبيرة وكبيرة جدا ومهمة لجميع طبقات الأمة حكاما ومحكومين كبارا وصغارا وفيها عبر وعظات كثيرة وكثيرة جدا وفيها أحداث غريبة وقصص خطيرة تبين بجلاء ووضوح أن الحاكم إذا ابتعد عن شعبه وارتمى في أحضان الغربيين فإنه يزل ويخطئ كثيرا ويبتعد عن الصراط المستقيم وتبدو منه قضايا غريبة وخطيرة تؤثر على الأمة أو تؤثر على شعبه وتؤثر على مسيرة دولته وتخلط الحق بالباطل وتحدث مشكلات خطيرة في بنية المجتمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل خصصت له حلقتين أم هذه الحلقة فهي عن طوره الأول يوم كان وطنيا يوم كان مواليا لشعبه يوم كان مواليا للحركة الوطنية في مصر والحلقة الأخرى يوم أدار ظهره لشعبه والحركة الوطنية فماذا جرى عليه لم يكن في يوم من الأيام قط إسلاميا لم يكن في يوم من الأيام قط معتمدا على الإسلام كشريعة يمارسها بشكل يومي ويلتصق بها ويقف عند حدودها وينزجر عن زواجرها ويتمر بأوامرها إنما في طوره الأول كان وطنيا محبا للإسلام في الجملة وفي طوره الآخر كان معاديا لوطنه ومعاديا حركة الوطنية ومرتمية في أحضان الإنجليز وإنا الله وإنا إليه راجعون أبوه كان الخديوي توفيق الذي باع البلاد الإنجليز وسمح بالاحتلال الإنجليزي لمصر وقاوم الثورة العرابية وقف في وجهها وتحدث عنه في حلقة أو أكثر من حلقة فلا أعيد الآن أبوه أرسله إلى أوروبا منذ وقت مبكر جدا وهو طفل وكان يرسله سنويا إلى أوروبا في رحلة طويلة يرسل معه وصيا هو وإخوانه ويدور في أوروبا فتشبع بالحياة الأوروبية منذ وقت مبكر جدا ودرس في أوروبا أيضا هذا إضافة إلى أن مربياته في مصر والقائمات عليه وكذا كل هنا من أجنبيات لكن أنا أتحدث الآن عن السفر الخارج فكان يسافر كثيرا ثم استقر للدراسة في فيينا في النمسا جاء خبر وفاة أبيه وكان عمره 17 عاما يدرس في فيينا وكان هو الإبن الأكبر فبحكم القانون الوراثي كان هو الخداوي القادم فعلا رسلت إليه برقية فعجل بالرجوع في سفينة مدة يومين إلى أن وصلت إلى الإسكندرية استقبل استقبالا حافنا جلس على العرش وهو تقريبا في الثامن عشرة من عمره هذا كلام كان بعد الاحتلال البريطاني مصر بالضبط بعشر سنوات يعني سنة 1309 هجرية 1892 ميلادية كان يحكم مصر فعليا آنذاك المعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر وهو من هو كراهة للإسلام وعداوة له وذكر ذلك ما أخفاه في عدد من كتبه ذكر كراهيته للإسلام والمسلمين وعداوته للغة العربية وعداوته للإسلام والمسلمين بكل وضوح وكان رجلا قاسيا فضا غريض القلب صعبا ديكتاتورا مستبدا وكان باختصار في مقابل الصورة التي يريد الإنجليز أن يروجوا لها في العالم بأنهم متسامحون وعندهم حرية التعبير وحقوق الإنسان كان هو يعكس هذه الصورة تماما وكان عندما جاء كان كهلا عندما جاء الخدوي عباس حلمي إلى الخدوية فكان ينظر إليه على أنه طفل صغير لا قيمة له من هذا الصبي الصغير الذي جاء ينازعني ملكي وحكمي في مصر ومن هو أصلا حتى يتجرأ علي في حوادث سأذكرها إن شاء الله تعالى فعامله بمنتهى الاحتقار والازدراء والعنصرية والترفع والتعالي فنشأ بينهما عداوة استمرت خمسة عشر عاما إلى أن انقلع كرومر من مصر وغادر بعد حاثة الدنشواي واشتداد الحركة الوطنية فطلبت الحكومة بريطانية وخرج من مصر بعد أربعة وعشرين عاما من حكم سام فيه المصريين سوء العذاب وصنوف العذاب وخرج بعد ذلك وجاء معتمد بريطاني آخر اسمه الدون غورست بعده وسأذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عندما يتمالأ ما هو عباس زد وطنه وشعبه وآماله وآلامه عباس حلمي جاء في البداية كان ينعى على أبيه ضعفه مع الإنجليز سبحان الله يعني في قصة عباس أكبر العذة والعبرة أن الإنسان يطلب الثبات من الله تعالى وأن كيف انقلب هذا الرجل انقلابا عجيبا في بدايات كان ينعى على أبيه ضعفه مع الإنجليز ولذلك أول ما جاء غير الطاقم الذي كان بجواره غير الرجال توفيق باختصار شديد غيرهم وأتى برجال آخرين كانوا أقرب إلى نفسه وروحه وظهرت عليه علائم الاهتمام بالشعب وبالإسلام أول ما جاء ففي رمضان كان يتلو القرآن ويحضر جلسات تفسير في قصره في رمضان تعرفون تلك الأن ما كان في إذاعة ولا تلفاز ولا شيء فكان يأتون بالقراء إلى القصور وإلى بيوت الفاخرة في رمضان يقرأوا القرآن ويحضر الناس ويجتمعون فهذا الذي جرى وكان أيضا مشجعا للحركة الوطنية عفى عن ثوار الآرابيين عن كثير منهم وأعادهم إلى بلادهم وإلى بلادهم وبعضهم أعاد إليه الخدمة والنياشين والرتب وأعادوا في الخدمة مرة أخرى للجيش المصري يعني ظهر بمظهر المدافع عن حقوق المصريين والشعب المصري في بدايات أمره أيضا كان شديد التودد للشعب هو طبعه فيه تواضع سبحان الله فكان بعكس أسلافه المترفعين على الشعب المصري كان شديد التودد للشعب يحبه الشعب ويقدر له هذا حتى أنه مرة أراد أن يصلي الجمعة في الحسين وكانت العربة له فيها تجرها الجياد ما كان اخترعة السيارة أنا ذاك فتجرها الجياد فنحوا الجياد الشباب نحش الجياد وساق العربة بنفسه عوضا عن الجياد حبا للخديوي عباس حلمي هكذا الحال وصل به وحب الشعب ودعاء الشعب له في البدايات شاب صغير 18 عاما متعاطف مع شعبه يحبه شعبه ويحبهم وجرأ الأمة على مناهضة الاحتلال الإنجليزي لأول مرة يعني خديوي حاكم يفترض أن يكون متفقا مع الإنجليز ليحتلوا بلاده وممالئا لهم لكنه كان بالعكس كان ضدهم وكان يجرئ الناس هذا قبل مصطفى كامل سأتي على مصطفى كامل وعلاقتي بعباس يجرئ الناس في العموم على مناهضة الإنجليز وكان يريد أن يكون ملكا حقيقيا لا دمية في يد الإنجليز كما كان بعض أسلافه كان يريد أن يكون ملكا حقيقيا وكان لغيظ كرومر ينظر إليه على أنه صبي فكيف يقوم في وجهه أصلا وبدأ ملكه بأحسن ما يبدأ به ملك وهو التودد والتقرب من الشعب أفضل ما يبدأ به أي حاكم عربي مسلم أن يتقرب إلى شعبه يتقرب بالحق وليس بباطل يتقرب بالحق إلى شعبه فيحبه شعبه ويحب شعبه فهذا أفضل ما يتقرب به ملك إلى أو أفضل ما يبدأ به ملك مدة حكمه هكذا بدأ هذا الملك عباس حلمي أيضا يستعرض جيش المصري مرتين في العام وهذا يعني أيضا فيه رمز لاستقلال ولو الشعوري عن بريطانيا يتصل بالمديريات مباشرة دون رجوع إلى كرومر وكان هذا يغيذ كرومر جدا ويرى فيه تعديا على صلاحيته وسلطاته وصلاحية بريطانيا وسلطاتها في مصر كان أسلافه ما يتصلون بالمديرين مباشرة ما يجرؤون إنما كرومر هو الذي يسيرهم هنا يتصل بمديرهم مباشرة نجح في بث الكراهية ضد الإنجليز في قلوب شعبه فأحبه شعبه كما قلت لكم حبا كبيرا لما من أفضل محاسينه في الحقيقة هي تشجيع الحركة الوطنية تشجيع المصطفى كامل تلقف مصطفى كامل في بدايات مصطفى كامل وأرسله إلى فرنسا ليتابع دراسته وأعاده وأحب مصطفى كامل ومصطفى كامل أحبه حبا جما وهذا الحب تجلى في مظاهر أوعز إليه سرا أن يؤلف جمعية سرية مناظرة الإنجليز كان هذا أمر خطير وخطير جدا ولو عرفه الإنجليز لا عزلوا أو سارعوا بعزل عباس حلمي وكان يستطيعون عزله عندهم من الوسائل فقد عزلوا جده إسماعيل كما جاء في حلقات الخاصة بإسماعيل فكان يجتمع في مسجد قريبا من سرايا القبة يدبر معه الخطط للتخلص من الاحتلال الإنجليزي أمده بالمال أمده ببعض النفوذ والرجال شجعه على تأسيس الحركة الوطنية ومن ثم بعد ذلك شجعه على تأسيس الحزب الوطني وأعانه على إصدار صحف الحزب الوطني حتى أنه دعا الشعب المصري في كتاب عام لجمع عشرين ألف جنيه من أجل إعطائها المصطفى كامل حتى يصدر جرائده في الحزب الوطني وهذا غاظ كرومر إلى الحد الأعلى كيف يعطي أحد أفراد الشعب ما يكون به أو ما يثور به الشعب ضد الإنجليز وعد ذلك أهانة كبيرة لبريطانيا وله هذا اللورد كرومر وأيضا بجانب تشجيع المصطفى كامل كان يحاول أن يجمع حوله ضباط الجيش ضباط الجيش في كل زمان ومكانهم عدة للحاكم والحاكم الذي يجمع ضباط الجيش حوله يكون حاكما ناجحا لأن إذا سأت علاقة بين ضباط الجيش والحاكم انتهت الدولة فحاول أن يجمع هو ضباط الجيش حوله وبصفته خداوي مصر كانوا الرئيس الأعلى للقوات المسلحة كما يقال اليوم فكان يتودد للضباط ويتقرب إليهم ويشجعهم وأيضا يحثهم على عدم الاستسلام وعدم الخضوع للإنجليز وأيضا يتقرب لمديرين مديريات والموظفين الكبار في مصر ويحثهم على عدم الموالاة الإنجليز وعدم الاستسلام لهم ووجد أثر ذلك الإنجليز وجدوه في تمرد الموظفين أو بدايات تمرد الموظفين عليهم عندما ينزل الموظفون الكبار من الإنجليز يتفتيش مثلا في المديريات أو في الأماكن الوظيفة وكذا يضيق بهم ذرعا هؤلاء الموظفون المصريون ويناوئونهم ولا يستجيبون لهم استجابة تامة التي كانت من قبل وهذا بتحريض من عباس وبقوة تحريض بقوة من عباس حلمي الثاني عباس حلمي الثاني بمناسبة لأن عباس حلمي الأول ابن حفيد محمد علي هو الحاكم الأول وهو عباس الأول هذا عباس الثاني وذكرت عباس الأول في حلقة من قبل حتى قال كرومر متضايقا إن الموظفين جميعا من أكبر كبير إلى أصغر صغير كانوا تابعين لعصابة الحركة ضد الإنجليز الذي يقوده عباس وإلى هذا الحد وصل الحال بكرومر وتضايقه من عباس في أوائل حكمه وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات بعد الفاصل كما ذكرت لكم كان عباس يقرب الموظفين المناوئين للإنجليز ويعرض عن الموظفين الذين يوالون الإنجليز حتى أن العمد والمشايخ والموظفين الكبار عندما يأتون إليه في قصره فمن كان منهم مناوئين للإنجليز يقربه ومن كان منهم موالي للإنجليز يعرض عنه ويسيء مقابلته جدا لذلك هنا كان لابد من الصدام كرومر بيعباس لابد فصار كرومر يتحين الفرص الإنجليز تعرفون يخططون طويلا وبعيدا ما يريد أن يصادم عباسا حتى لا يقى أنه الذي بدأ الصدام ويلام في الدوائر الغربية والدوائر العالمية فابتدأ بأن أوعز إلى الضباط الإنجليز أن لا يحي عباسا إذا رأوه في الشارع التحية اللائقة به ويستخفون به ويزدرونه هذا أولا ثم حدثت حادثة مهمة كانت البدايات الأولى لاستضام كرومر بعباس وتليين عباس ورأس عباس كما يقال هي عباس انتهز فرصة مرض مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء وكان عباس ما يريده ما يحبه لأن مصطفى فهمي باشا عميل للإنجليز ورجل ضعيف ولا يملك من أمره شيئا فعباس أراد أن يغيره انتهز فرصة مرضه وكان ذلك في سنة 1393 وعباس ما زال في بدايات الثامن عشر من عمره يعني في النصف الأول من الثامن عشر من عمره فكان صغيرا فعزل مصطفى فهمي وعين حسين فخري باشا مكانه هذه أحدثت ضجة هائلة والسبب أنه لم يستشر كرومر إنما بعد أن أصدر قرار أعلم كرومر إعلاما حتى أنه عندما ذهب ليزور مصطفى فهمي باشا ومريض وعرض عليه أن يطلب مصطفى فهمي باشا هو الاستقالة عوضا يقيل وهو قال الأوفق يا مولانا أن تستشير كرومر لأنه متعودون على أن الخديو السابق كان يستشير كرومر في كل شيء فإذا أشار عليه بلا قال لا وبنعم قال نعم إلى هذا الحد لكن ما استشاره هنا كرومر أرسل لبريطانيا وقال لهم هذه الفرصة أنت كنت أترقبها قد وقعت الآن وهي فرصة لتأديب عباس حلمي وطلب الإذن من بريطانيا أن يؤدب عباس حلمي بطريقته الخاصة حتى يفهم من هو يعني عباس ويفهم من هم الإنجليز وأنهم هم المحتلون لوطنه وأن يجب عليه أن يرضخ لهم وأن يكون موظفا عن كرومر لا أن يعاديه بهذه الطريقة مصطفى فهمي كان يسخر من الإسلام من الإسلام ومن الدولة العثمانية وأصله من جزيرة كريت التي هي الآن يونانية وكانت أولا عثمانية وكان سيئا جدا وعميل للإنجليز ولا يستحق أن يكون رئيس وزراء أبدا وأصاب عباس في إزاحته إصابة كبيرة جدا لكن الأمور ما تأتي هكذا دائما هنا أصدر كرومر إلى الموظفين البريطانيين في الوزارات المختلفة أن لا يعترفوا أصلا بهذا القرار لا يعترفون بهذا القرار وهذا أضعفه وجد نفسه أمام ضغط كبير هو عباس من الإنجليز ومن كرومر بأن كرومر رفض هذا التغيير ووصل الأمر إلى ما يشبه الصدام هنا الإنجليز كعادتهم امتصوا القضية وأشار كرومر على عباس بحل وسط وهو قبول إقالة مصطفى فهمي باشا لكن أن يعين رياضا رياض باشا عوضا عن حسين فخري باشا لأن رياض باشا الإنجليز يقبلونه وهو أصلا ذليل أمام الإنجليز وضعيف ولا يكاد يملك من أمره شيئا وعرفنا رياض باشا هذا أيام الثورة العرابية وأن عرابي نفسه طلب من الخداوي إسماعيل أن يعزل رياضا وهذا كانت كلمت من قبل فيه فلا أعيده لكن رياض عاد من المسرح كما يقال من جديد وعين بضغط إنجليزي وكرومري في منصبه كعيز وزراء لمصر وصار هذا حلا وسطا توصلوا إليه حتى تسقط هيبة بريطانيا وكرومر في مصر ولقد نفسه يحفظ ماء وجه عباس الذي أقال مصطفى فهمي فقبلوا الإقال لكن ما قبلوا التعيين الجديد وغيروا فيه وأيضا حادثة أخرى مهمة جرت هذه كانت القاصمة لخداوي عباس أمام شعبه وأمام الإنجليز أيضا كان قد ذهب إلى جنوب مصر ليستعرض الجيش هناك في مناسبة كانت وكان السردار العام لجيش المصري سردار يعني القائد العام كان جنرال كتشنر وجنرال سيء جدا غليظ الطبع سيء التعامل سيء الخلق وصعب في التعامله فلما استعرض الجيش أمام عباس رأى ملاحظة خفيفة على التنظيمات الجيش هو عاش في أوروبا مدة طويلة ورأى التنظيمات الأوروبية العسكرية وعنده خبرة طويلة على أنه شاب لكن عنده خبرة خبرة كبيرة بسبب سفر مبكر إلى أوروبا كل سنة ومدة مكثية طويلة في أوروبا كل سنة وطلاعي على الخصائص والنظم الأوروبية العسكرية والمدنية كل عام فكان تكلم بعض الملاحظات ملك مصر ورئيس الأعلى لقوات المسلحة فتكلم بعض الملاحظات غضب جدا من هذه الملاحظات الجنرال كيتشنر وعدى إهانة لبريطانيا العظمى كما يقال الحمد لله اليوم ما صارت عظمى بفضل الله الحمد لله العظمى هذه ما عاد تذكر بريطانيا معها أول كان مستحيل أن تذكر بريطانيا إلا والعظمى معها اليوم أذلهم الله فما عاد يذكرون العظمى هذه بفضل الله المهم فكيتشنر هذا استقال واستقال جميع الضباط البريطانيين وكانت حادثة ضخمة انظروا كيف يكبرون الصغير إلى هذه الدرجة وطبعا هي فرصة بإعازم كرومر وبريطانيا لمزيد من التأديب لعباس فعلوا هذا وهنا جاء رياض بسرعة إلى العباس حلمي معه تصريح مكتوب من كرومر فيه اعتذار عباس يعتذر لكيتشنر ولكرومر وليبريطانيا وانه ما كان يريد ان يضايقهم وفي الوقت نفسي في عزل لعلي ماهر هذا كان ضابطا وكيل وكيل لكيتشنر وكان ضابطا مصريا كبيرا فوافق على توقيع التصريح بعد تمنع فسقطت هيبته أمام الضباط المصريين وعلموا انه لا يملك نفسه حولا ولا طولا وسقطت هيبته أيضا أمام الشعب المصري بهذا الخطأ الكبير الذي اتكبه وهدد لأن كرومر هدده إن لم يوقع فسيعزله ورياض كان خائفا جدا من البريطانيين وألح على الخديوة يوقع فالأسف وقع وكانت هذه قاسمة الظهر هنا طبعا الذي حدث أن الخديوة وجد نفسه وحيدا فريدا سفارة الفرنسية وسفارة روسية كانت تحرضه ضد بريطانيا ما صنعت له شيئا في الحادثتين مصطفى كامل رجل خطيب ومحرك للحركة الوطنية كان مصطفى كامل في بداياته ما يصنع له شيئا مصطفى كامل أمام بريطانيا ووجد أن الموظفين الكبار عنده ورئيس الوزراء نفسه أيضا مع بريطانيا وجد نفسه باختصار فريدا وحيدا وهو صغير في السن صغير في السن فتأثر بهاتين الحادثتين وابتدأ يلين شيئا فشيئا أمام الإنجليز جاءت حادثة فاشودة سنة 1898 بعد توليه بست سنوات 1314 هذه الحادثة باختصار أن فرنسيين تقدموا واحتلوا فاشودة في جنوب السودان أرسلت بريطانيا من يخلص فاشودة من الفرنسيين والفرنسيين والفرنسيون بعد ذلك تخلوا عن المطالبة بالجلاء والمطالبة لبريطانيا بالجلاء فكان أيضا ذلك قاصما أمرا قاصما لعباس حلمي لأن كان يتكع على السفارة أو القنصرية الفرنسية وعلى الفرنسيين وأيضا الاتفاق الودي الذي وقع في 1904 بين بريطانيا وفرنسا سلمت فيه فرنسا بحق بريطانيا الكامل في مصر بدون معارضة مقابل أن تطلق مصر يدها في مراكش في المغرب هكذا يبتلعون بلادنا وهكذا يخططون ضد بلادنا الذي جرى طبعا بعد كل هذا وجد نفسه فريدا وحيدا الفرنسيين تخلوا عنه الحركة الوطنية مصرية تسعفه بالقوة اللازمة ليقف من بريطانيين المشايخ أنفسهم كبيرهم هو محمد عبدو كان مع كرومر وكان مع الإنجليز ولم يكن في وفاق أبدا مع الخداوي حتى أن يوم مات محمد عبدو غضب تماما الخداوي عباس حلمي على كل من شارك في لثائه أو في خروج في جنازته كان الأمور بينهما صعبة جدا محمد عبدو للأسف كان مع كرومر وكان مع الإنجليز في الجملة ضد الخداوي ما اتفقه لو اتفق محمد عبدو والخداوي عباس لكان ذلك خيرا لمصر ما حصل هذا للأسف الشديد أيضا الرياض الذي كان مع عباس وبالكامل يعني الرياض في بداية تعيينه ظن بريطانيون أنه سيكون معهم أبدا كان مع عباس وأصدر أمره بإلغاء التدريس بالإنجليزية في المدارس الأميرية يعني المدارس الحكومية وأصدر عدة قرارات تبينه مع عباس قلبا وقالبا وآزره وبقوة وكثر الصدام في أهدي بين المظافين المصريين والإنجليز وتشجعت الصحف على النقد الإنجليز حتى يعني صارت ضجة كبيرة في مصر آنذاك لكن ورياض كان معه ومضى عباس مع رياض والحركة الوطنية مصفة كامل لكن وجد نفسه بعد هذه الحوادث كلها ورياض نفسه هو اللي أعطاه الطلب بالاعتذار الإنجليز ولكيتشينر ولكرومر وجد نفسه فعلا وحيدا فريدا هذا أدى إلى تغيير في نفسيتي هنا بعض المؤرخين يقولون إن عباس أصلا غير قادر وغير مؤهل للوقوف أمام بريطاني إنما فعل هذا كله من أجل تقوية مركزه في مصر ومن أجل جمع الشعب حوله لكن هو أصلا ما يهم ممثلات الاحتلال البريطاني لمصر وأصلا هو غير مهتم بقضية مثل هذه كبيرة إنما استفاد منها استفاد من هذه القضية ليجمع الشعب حوله وليتمكن من تحقيق أكبر مكسب جخصي له هكذا بعض المؤرخين يقولون بعض المؤرخين يقولون لا هذا كلام غير صحيح هو كان مخلصا لوطني في البداية والحركة الوطنية لكن وجد نفسه وحيدا فريدا فاضطر أن يلين مواقفه إلى أن انساب الأمر تماما من يده وصار بعد ذلك ذينا للإنجليز كما سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وفيها تفصيل تام عن كيفية تنازل عباس حيني عن موقفه الوطني وعن كونه مع الشعب ليصير ضد الشعب وينقلب الشعب ضده في حادثة تاريخية عجيبة فإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا